اشتركوا في القناة ونقش الوزراء خلال الاجتماع سير العمل بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للبيئة بدول المجلس والورقة المقدمة من الامانة العامة بشأن مواضيع الامن المائي ومقترح توطين صناعة التحلية ورفع قيمتها المضافة في دول المجلس وانشاء الهيئة القيمية التنظيمية المستقلة للربط الكهربائي وتقارير الامانة العامة بشأن سير العمل باللجان الفنية وآخر المستجدات بشأن جهود دول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا إضافة إلى مستجدات سير العمل في مشاريع الربط الكهربائي والاتفاقيات الدولية للربط الكهربائي